هذه هي الحلقة الحادية والأربعون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة الرسالة عراقية ومن العاصمة بغداد طويلة في صفحتين مفصلتين الذي أرسلها بحسب ما هو مثبت في الرسالة سيد أمين الحلو بغداد الشعلة هذه رسالة سيد أمين الحلو من بغداد ومن منطقة الشعلة تحديدا بحسب ما جاء في الرسالة التي بين يدي الرسالة طويلة ألخص أهم ما جاء فيها إنها ثلاث نقاط النقطة الأولى يخاطبني يقول لي من أنك تعادي المراجع في الحقيقة أنا لا أعبأ أنا لا أعادي المراجع ولا أعبأ إذا ما قلت لي يا سيد أمين أو قال أحد آخر من أنني أعادي المراجع إذا كان هذا الوصف يريحك فهذا أمر راجع إليك بالنسبة لي فيما بيني وبين نفسي فإني لا أعادي المراجع لا توجد مشكلة شخصية فيما بيني وبين أحد هؤلاء المراجع على الإطلاق مشكلة مع منهجهم مشكلة مع طريقتهم ولا أريد أن أعيد الكلام الذي أكرره دائما في برامجي ومر ذكره في الحلقات السابقة من هذا البرنامج فيما بيني وبين نفسي لا أعادي المراجع لا توجد مشكلة شخصية فيما بيني وبين أي أحد منهم أنا مشكلتي مع منهجهم وهذا الأمر ذكرته وبالأدلة والبراهين والشواهد والحقائق أنت يعجبك أن تصفني بأنني أعادي المراجع لا مشكلة عندي الآخرون يتحدثون بما يريدون أن يتحدثوا لا شأن لي به لو كنت أعبأ بما يقوله الآخرون لما جلست هنا وأنا أتحدث كما أريد وأصف الأشياء كما هي من دون مجاملات أو مصانعات ومن دون تصحيف أو تحريف ومن دون رتوش أو إضافات إنني أطلقها كما هي وأتحدث عن الأمور كما تبدو حقائقها وهذا أمر واضح في برامجي لذا فإني لا أعبأ بما يقوله الآخرون فإذا كنت مرتاحاً لوصفي بهذا الوصف فصفني له بالي لكنني في الحقيقة لست كذلك هذه النقطة الأولى النقطة الثانية يقول من أنهم يقولون وبغض النظر أكنت أنت الذي تقول أم أن آخرين يقولون لا أبالي من أن جهة أو جهات ورائي تدفعني كي أقول ما أقول عن المراجع إذا كان هذا يريحك ويريح الآخرون فقولوا ما شئتم لا أبالي لكن الحقيقة ليست كذلك المراجع أنفسهم المراجع أنفسهم يعرفون أنني حر مستقل أتحدث بما أتحدث به عن رؤية واضحة أمتلك وضوحا يستند إلى الحقائق وكلامي مدعم بالبراهين والحجج الآخرون يقولون ما يقولون عني من دون وثائق وأنا أقول ما أقول عنهم بالوثائق والحقائق ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك فإذا كان يا سيد أمين يريحك أن تصفني بأن جهة ورائي هي التي تدفعني فخذ راحتك فأنا لا أبالي لكن الحقيقة ليست كذلك أنا حر بتمام معنى الحرية ومستقل بتمام معنى الاستقلال وما أقدمه على هذه الشاشة هو جهدي لا توجد مؤسسات ولا يوجد أشخاص هذا هو جهدي الشخصي لا يوجد ورائي لا أشخاص ولا مؤسسات ولا هم يعزنون أنا هو أنا وإذا كان من أحد ورائي فهو أنا ولا يوجد شيء آخر ولا أبالي أكنت مصدقا لكلامي أم لم تكن أنت أو الآخرون لا أبالي لا أبالي أبالي بأن يكون عملي على أحسن وجه أبالي بهذا لأنني لا أنظر إلى أحد بعيني نظري إلى إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه أما النقطة الثالثة والتي يبدو لأجلها قد كتبت هذه الرسالة ولأجلها قد قيل ما قيل من أنني أشنع على الخوء والسيستان في مسألة التدخين أنا لا أشنع على الخوء ولا أشنع على السيستان هم الذين يشنعون على أنفسهم الفيديوات التي صورها أولاد الخوء في الثمانينات موجودة على الإنترنت وهي تتحدث عن نفسها بنفسها إنني عرضت هذه الفيديوات وتحدثت عنها هذه الفيديوات موجودة على الإنترنت وأنا قد شاهدتها في الثمانينات حينما كنت في إيران شاهدت هذه الفيديوات لأنهم هم الذين نشروها والخوء على علم بهذا كانت الكاميرا تصور والخوء يعلم بكل التفاصيل أما السيستان فإن محمد حسين الصغير هو الذي تحدث عن تدخين السيستان وهو من أصدقاء السيستان وكتاب محمد حسين الصغير هم الذين يوزعونه مكاتب السيستان هي التي توزع هذا الكتاب لأنه رسالة عملية من مجموعة الرسائل العملية التي تشتمل على فتاوى السيستان هم الذين يشنعون على أنفسهم لست أنا الذي أشنع عليهم أما قولك من أن الخوء والسيستان لم يرتكب محرماً أنت تعتقد أن التدخين ليس محرماً ولا أدري من أين أخذت علمك هذا أنت تعتقد بهذا أنت حر وأنا حر بما أعتقد فهل الحرية لك والسيستانيين فقط مثل ما لكم الحرية لي الحرية أيضاً إنني أقولها لك وبالأدلة وردها علي أنت ومن ورائك وردها علي بالحقائق والوثائق إن الخوع والسيستاني ارتكب محرماً وترك واجباً أخلى بواجبهما وسأثبت هذا لك ولغيرك فأنا في بث مباشر عبر الأقمار الصناعية نذهب إلى فاصل هذا هو القرآن بين يدي مثل ما قلت قبل قليل وأنا أخاطب سيد أمين الذي أرسل الرسالة من أن الخوع والسيستاني ارتكب محرماً هذا هو القرآن وأنا سأقرأ من القرآن ما أقرأ إنها الآية الثامنة والستون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة يا أيها الناس يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيبة ليس المراد هنا الأكل بما هو الأكل وإنما المراد التناول فإن الآية لا تتحدث عن الأكل فقط وعن الشرب وعن كل ما يتناوله الإنسان يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أنا أسأل الجميع تناول الدخان أليس هو من تناول شيء مما هو على الأرض فهل هذا التناول يدخل تحت عنوان الحلال الطيب ماذا تقولون أنتم هل تناول الدخان هل هو من الحلال الطيب لأن الآية جعلت ما يعارض الحلال الطيب جعلته أمراً شيطانية دقق النظر في الآية يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان الحلال الطيب هنا ليس خاصاً بما يؤكل وبما يلاك بين الأسنان من طعام مأكول المراد كل ما يتناوله الإنسان من طعام من شراب من أي شيء آخر يكون على الأرض ويقع في متناول يد الإنسان يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الآية فيها قسمان قسم هو الحلال الطيب وقسم هو خطوات الشيطان أين تضعون التدخين الأمر لا يقف عند هذه الآية فقط إنها الآية الرابعة بعد البسملة من سورة المائدة يسألونك ماذا أحل أحل لهم يسألونك هذا سؤال البشر الذين يريدون أن يعرف أمر دينهم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات فهل فهل التدخين من الطيبات ماذا تقولون أنتم ماذا يكتبون على علب السجاير الشركات التي تنتج السجاير ماذا تكتب على علب السجاير يكتبون ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وماذا بعد الآية الثانية والثلاثون بعد البسملة من سورة الأعراف قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل منح الرمزينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هل التدخين من الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا هذه الطيبات تأتي خالصة يوم القيامة هل التدخين من الطيبات من الرزق سلوا الأطباء ماذا يقولون إنها الآية السابعة والخمسون بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل هذا نبينا صلى الله عليه وآله الذين يتبعون يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ما هو دينه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هناك طيبات يحللها محمد صلى الله عليه وآله وهناك خبائث يحرمها محمد صلى الله عليه وآله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هناك معروف وهناك منكر وفي نفس السياق هناك طيبات وهناك خبائث الطيبات من المعروف والخبائث من المنكر فهناك نهي نهي عن المنكر نهي عن هذه الخبائث يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلى آخر الآية التدخين من الطيبات أم من الخبائث ماذا تقولون أنتم اقرأوا في الكتب المختصة ماذا كتبوا عن التدخين سألوا منظمة الصحة العالمية عن التدخين وأضراره واطلعوا على تقاريرها فهل التدخين من الطيبات أم التدخين من الخبائث هذا الدخان من الطيبات أم من الخبائث أنا أسأل الخوئ وأسأل السيستان هذه الآيات واضحة ما قرأته عليكم من سورة البقرة من سورة المائدة واني أقرأ عليكم من سورة الأعراف هذه آية ثانية قرأتها عليكم من سورة الأعراف وهي واضحة صريحة هذا دين محمد صلى الله عليه وآله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هذه السجائر وهذا التدخين من الطيبات أم من الخبائث أترك الأمر إليكم وماذا بعد الآية التاسعة والستون بعد البسملة من سورة الأنفال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبة واتقوا الله إن الله غفور رحيم الآية تتحدث عن غنائم الحرب وجه وجه الاستدلال بها من هذه الجهة من أن التحليل ومن أن الأحكام الشرعية التي ترتبط فيما يتناوله الإنسان من كل شيء على الأرض لابد أن يكون موصوفا بهذه الصفة بأنه طيب من الطيبات فكلوا مما غنمتم حلالا طيبة يعني إذا كان في الغنائم ما ليس طيبا لا يجوز لكم أن تتناولوا لو كان في الغنائم هناك نجاسات هناك خمور هناك أمور مضرة فهذه لا توصف بالطيبات واضح أن التشريع القرآنية فيما يتناوله الإنسان مما هو على الأرض لا بد أن يكون موصوفا بأنه من الطيبات الآيات المتقدمة كلها تتحدث عن هذه الحقيقة وهذه الآية في السياق نفسه فكل مما غنمتم حلالا طيبة واتقوا الله إن الله غفور رحيم إنها الآية الرابعة بعد بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة النحل فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبة واشكروا نعمة الله الآية خطيرة رحة فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبة واشكروا نعمة الله هذا يعني أن الخبائف ما هي بنعمة من نعم الله أنا لا شأن لي بالمدخنين من عامة الشيعة من عوام من الناس لا شأن لي بهم لأنني أتحدث بصدد الرسالة التي وصلتني أنا أسأل الخوئية والسيستانية هذه الآيات تحرم التدخين عليكم أو لا ماذا تقولون أنتم هذا قرآن وهذه آيات محكمة وواضحة فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبة واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون الآية خطيرة هذه السؤال هل أن الدخان رزق من رزق الله هل أن الدخان نعمة من نعم الله يشكر الله عليها هل تستطيعون أن تقولوا ذلك الدخان من الخبائث هل تشكرون الله عن الخبائث هذا يعني أن الله ينعم علينا بالخبائث ماذا تقولون هذا قرآن فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبة واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون وماذا بعد إنها سورة طاها في سياق الحديث عن قصة بني إسرائيل الآية الثمانون والتي بعدها من بعد البسملة يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى كلوا من طيبات ما رزقناكم هذا هو دين الله منذ زمان أبينا آدم وإلى يوم القيامة نعم الله طيبات الخبائث محرمة على الإنسان هذا قرآن وهذه آيات صريحة واضحة محكمة علة التشريع أساس التحليل والتحريم فيما يتناوله الإنسان يرتبط بهذين العنوانين الطيبات والخبائث تحت أي عنوان يا أيها الخوئي ويا أيها السيستاني تضعون التدخين الذي تمارسونه وتتناولونه وتتناولونه تحت أي عنوان من العنوانين خطابي موجه فعلياً للسيستاني لأن الخوئي لأن الخوئي قد مات ما هو بحي حتى أخاطبه فتحت أي العنوانين أيها السيستاني العظيم تضع التدخين من الطيبات أم من الخبائث إذا كان من الطيبات إذا لماذا تخفي تدخينك لأنه من الخبائث ولهذا السبب فإنك تتناول الدخان وتشرب السجائر بالسر بنحو سري لأن الأمر واضح من الخبائث وما هو من الطيبات وآيات الكتاب صريحة صريحة جدا بأن الأحكام الشرعية بنيت فيما يتناوله الإنسان على هذين العنوانين على عنوان الطيبات والخبائث تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحراني وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة السادسة والأربعين بعد المئتين رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تبدأ في الصفحة الحادية والأربعين بعد المئتين تحت عنوان جوابه عليه السلام عن جهات رواية معائش العباد معائش العباد ووجوه إخراج الأموال رواية طويلة في الصفحة السادسة والأربعين بعد المئتين تحت هذا العنوان ما يحل للإنسان أكله المراد من الأكل التناول لأن الإنسان يتناول الطعام يتناول الشراب ويتناول أمورا أخرى لا هي من الطعام ولا هي من الشراب كما يفعل في أمر التدخين وغيره وما يشابه ما يحل للإنسان أكله المراد ما يحل للإنسان تناوله فأما ما يحل ويجوز للإنسان أكله مما أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية صنف منها جميع الحب كله الحبوب صنف منها جميع الحب كله من الحنطة والشعير والأرز الرز يقال الرز والأرز من الحنطة والشعير والأرز والحمص وغير ذلك من صنوف الحب وصنوف السماسم وغيرها السماسم الحبوب الناعمة الصغيرة كل شيء من الحب مما يكون فيه غذاء الإنسان في بدنه وقوته فحلال أكله وكل شيء تكون فيه المضرة على الإنسان في بدنه فحرام أكله إلا في حال الضرورة صحيح أن العنوان الأول هو تناول الطعام ولكن هذه المواد يمكن أن تحول إلى عصير إلى شراب ويمكن أن تحول إلى أدويته ويمكن أن يستخرج منها ما يستخرج ومن هنا فإنني قلت أن المراد من معنى الأكل التناول وإلا فإن المصداق الأول هو الطعام كل شيء من الحب مما يكون فيه غذاء الإنسان في بدنه وقوته فحلال أكله وكل شيء تكون فيه المضرة على الإنسان في بدنه فحرام أكله إلا في حال الضرورة هذا بالنسبة للحبوب والصنف الثاني مما أخرجت الأرض من جميع صنوف الثمار كلها مما يكون فيه غذاء الإنسان ومن فعة له وقوته به فحلال أكله وما كان فيه المضرة على الإنسان في أكله فحرام أكله إذن هناك النافع وهناك الضار النافع هو الذي يعنون بالطيبات والضار هو الذي يعنون بالخبائث والصنف الثالث جميع صنوف البقول والنبات والتبغ الذي يدخن نبات التبغ يدخل هنا والصنف الثالث جميع صنوف البقول والنبات وكل شيء تنبت الأرض من البقول كلها مما فيه منافع الإنسان وغذاء له فحلال أكله وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الإنسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة هناك نباتات سمية القاتلة نظيرة بقول السموم القاتلة ونظيرة الدفلة الدفلة نوع من أشجار الزينة إلا أنها أشجار سامة ونظير الدفلة وبالمناسبة الشجرة الدفلة تنتشر كثيرا في العراق تزرع في حدائق البيوت وفي الحدائق العامة وفي حدائق المدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية شجرة الدفلة إنها شجرة سمية رجاء اعرضوا لنا صورة شجرة الدفلة كي يعرفها المشاهد هذه هذه شجرة الدفلة وتلاحظون أورادها الجميلة لكنها شجرة سمية وبالمناسبة إذا ما رجعتم إلى الكتب المتخصصة بعلم النبات فإن هناك أصنافا عديدة من الأوراد والأزهار الجميلة هي من النباتات السمية وإذا ما لامسها الأطفال أو تناولوا منها شيئا فإنها تميتهم ولذا في الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال في بعض الدول هناك قائمة لأنواع من الأزهار السمية يمنع تواجدها وتمنع زراعتها في تلك الأماكن الصورة الثانية لشجرة الدفلة هذه شجرة الدفلة الصورة الثالثة لأورادها وأزهارها أزهار جميلة لكنها معدودة في النباتات السمية حادثة مذكورة في كتب التاريخ الأوروبي سنة ألف وثمانمية وثمانية جنود فرنسيون من الجيش الفرنسي يشوون لحما يريدون أن يأكلوا لحما مشوية فاستعانوا بأخشاب من شجرة الدفلة حطبا فأشبع اللحم بدخان الدفلة أكلوا اللحم وماتوا جميعا هذه الحادثة وقعت أيام الحرب الأهلية الإسبانية على أي حال فشجرة الدفلة شجرة مسمومة ولذا فإن إمامنا الصادقة يشير إليها وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الإنسان في أكله نظير بقول السموم القاتل ونظير الدفلة وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله سلوا علماء النبات أين يصنفون نبات التبخ سلوا علماء النبات سلوا المتخصصين بالسموم نبات التبخ أين يصنفونه نبات التبخ يصنف في المجموعة النبات النباتية السمية ومن النباتات التي فيها نسبة عالية من السم سلوا المتخصصين في علم النبات هذا كتاب المنجد وإنني تعمت الإتيان به لأن كتاب المنجد يتوفر في المكتبات البيتية لمن كان عنده مكتبة بيتية في في الأعم الأغلب هذا الكتاب يكون متوفرا فيها إنه يتوفر عند الأكاديميين وعند المثقفين وعند الكتاب وعند الإعلاميين يحتاجونه لهذا السبب جئت به المنجد في اللغة والأعلام طبعة جديدة منقحة إنها طبعة دار المشرق بيروت هذه الطبعة التاسعة والثلاثون في الصفحة التاسعة والخمسين في العمود الوسط من الصفحة مادة تبغ ماذا يقول كتاب المنجد التبغ هو ما يعرف بالتتن والتتن كلمة تركية أصلها تركي تعني الدخان التبغ هو ما يعرف بالتتن أو الدخان جنس من النباتات الأمريكية المهد لم يكن هذا النبات معروفا في العالم القديم في آسيا وأوروبا وأفريقيا وإنما نقل إلى العالم القديم إلى هذه القارات بعد اكتشاف الأمريكتين جنس من النباتات الأمريكية المهد فيه مادة سامة مأخوذ من لفظة تاباغو وإلا هذه الكلمة تابغ ليست عربية مأخوذ من لفظة تاباغو وهي اسم جزيرة في خليج المكسيك وجد فيها ونقل منها نبات سمي هذا أمر يعرفه المختصون هذه الرواية تكون شاملة له أو لا هذا كلام إمامنا الصادق وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الإنسان في أكله نظير بقول السموم القاتل ونظير الدفل وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله حرام تناوده حتى إذا لم تقتنع بالآيات وبهذه الرواية الواضحة الصريحة من أن التدخين حرام بحسب الآيات وهذه الرواية الصريحة على الأقل على الأقل على الأقل على الإنسان المتشرع إذا كان أسوة للناس أن يتنزه عن المضمون الذي ورد النهي بخصوصه إن كان ذلك في الآيات أو في الروايات نذهب إلى فاصل دقق النظر في كلام إمامنا الصادق صلوات الله عليه وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الإنسان في أكله نظير بقول السموم القاتل ونظير الدفلة قارنوا بين الدفلة وبين التبخ أيهما أكثر ضررا على الإنسان الإمام ذكر الدفلة هذه الشجرة التي هي من أشجار الزينة عرضت صورها عليكم قبل قليل الإمام ذكرها لأنها كانت موجودة يعرفها الناس لم يتحدث عن التبخ لأنه لم يكن موجودا ومزروعا في العالم القديم إذا أراد أن يحدثهم عنه فإنهم نظريا لا يستطيعون تصوره وعمليا لا وجود له على أرض الواقع لكنه حين ذكر الدفلة قارنوا بين الدفلة وبين التبخ أيهما أكثر ضررا قطعا الضرر القاتل هو في التبخ ما أنا الذي أقول سلوا الأطباء وماذا يقولون مما يعلق في ذهني من تجارب هذه الحياة صديق صديق عزيز كان يعيش في إيران حينما كنت أعيش في إيران في فترة التسعينات تعرض لأزمة صحية نقله إلى المستشفى بعد الفحوصات والتحليلات الطبيب قال له عليك أن تبقى في المستشفى ولا يحق لك أن تدخن سيجارة واحدة وأصر عليه في ذلك وأخبر الذين يرافقونه من أنه لو دخن سيجارة واحدة سيموت الذين حوله من أصدقائه منعوا عليه السجاير اتفقوا فيما بينهم لأن الطبيب كان جادا في كلامه قال لهم هذا الرجل إذا ما تناول سيجارة واحدة سيموت لأنه كان مدمنا مدمنا جدا على التدخين كان يدخن كثيرا زاره أحد أصدقائه سمع به أنه في المستشفى فزاره ولم يكن على علم بالموضوع هو طلب منه سيجارة أخرج علبة السجاير وأعطاه سيجارة دخنها ومات ذهبنا ودفناه وصل الخبر إلينا من أن فلانا قد مات بعد أن دخن سيجارة ذهبنا ودفناه دفناه في قبره من هنا فإن المتخصصين بهذا الشأن يقولون من أن القاتل الأول في العالم التدخين منظمة الصحة العالمية عودوا إلى تقاريرها هي موجودة على الشبكة العنكبوتية تقول تقارير منظمة الصحة العالمية بأنه في كل ست ثوان يموت إنسان بسبب التدخين تحصي تقاريرها من أن الذين يموتون في كل سنة في العالم بسبب هذا القاتل القوي بسبب التدخين خمسة ملايين خمسة ملايين هذا ما أحصته وتمكنت من إحصائه ماذا يكتبون على علب السجاير مثال مالبورو من أشهر الماركات ماذا يكتبون على علبها رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى ماذا يكتبون عليها دققوا النظر ماذا كتبوا عليها باللغة الإنجليزية smoking kills التدخين قاتل يقتلك التدخين smoking kills التدخين يقتل نذهب إلى الصورة الثانية لنفس الماركة من أشهر ماركات السجاير في العالم ماركة أمريكية معروفة ومن أقدم الماركات باللغة العربية ماذا كتبوا على علبة السجاير التدخين يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ووضعوا رقما للاتصال للإقلاع عن التدخين اتصل على كذا نذهب نذهب إلى الصورة الثالثة من نفس الماركة ماذا كتبوا بالعربية على علبة السجاير التدخين التدخين يؤدي إلى أمراض خطيرة ومميتة هؤلاء هم صناع السجاير هل أحتاجوا إلى كلام كثير في هذه القضية ما هي من المسائل الواضحة التدخين يضر بصحتك ننصحك بالامتناع عنه عبارة مشورة تكتب على علب السجاير في عالمنا العربي وهي مترجمة عن اللغات الأجنبية الأخرى عن اللغة الإنجليزية وغيرها خذوا ما يقوله إمامنا الصادق وطبقوا هذا على الواقع ما هذه الحقائق من الواقع وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الإنسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ونظير الدفلة وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله الإمام يعد الدفلة يعدها سما قاتلا فلو كان يتكلم عن التبغ ماذا سيقول عنه أترك الأمر إليكم هذه حقائق هذه حقائق حتى إذا قلنا بعدم الحرمة الحرمة فهل يجوز للمراجع أن يدخن وهم الأسوة للناس وللشباب وللصغار هذا سؤال على العقلاء وعلى المنصفين في الأجواء الشيعية أن يجيب عليه أنا لا أريد أن أذهب بعيدا في الاستدلال فهناك مساحة واسعة في الأحاديث الشريفة إنما أكتفي بالذي ذكرته لأنني لست في مقام الاستدلال وإنما أنا في مقام الإجابة على رسالة وهذا الكلام الذي ذكرته يمثل جانبا من جواب ليس مفصلا على هذه الرسالة نذهب إلى فاصل بالنسبة لي أقول من أن الخوء والسيستان قد ارتكب محرما بحسب ما بينت وإذا أراد رافض أن يرفض كلامي فإنني أثني فأقول من أنهم أخلوا بواجبهم تركوا واجبا أنني أتحدث عن مرجع يقال له الإمام الخوئي زعيم الحوزة العلمية تلاميذه يقولون من أنه هو الأعلم على طول عصر الغيبة كلام خرط لكنني أنقله عنهم المرجع الأعلى الإمام السيستاني أتحدث عن هؤلاء عن هذين وأمثالهما الأمر ليس محصورا بهذين إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه هذه طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئتين مما جاء في أوصاف مرجع التقليد عن إمامنا الصادق في رواية التقليد المطولة ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم فهذه الأوصاف تتوفر في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم أحد هذه الأوصاف مخالفا لهواه حتى لو كان التدخين جائزا ومحللا إنه يدخل في دائرة الهوى المذموم وأنا لا أطالب المرجع أن يخالف هواه في كل شيء وإنما يخالف هواه فيما يرتبط بكونه أسوة يجب على المرجع أن يكون أسوة صالحة ومن شرائط الأسوة الصالحة أن يخالف على الأقل أسوأ موارد الهوى والتدخين من أسوأ موارد الهوى فهؤلاء لا يتصفون بمواصفات مراجع العترة الطاهرة إنهم يخلون بواجباته يتركون واجبا بغض النظر عن حكم التحريم نغض الطرف عن التحريم ماذا يفعلون مع هذا فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه مخالفا لهواه نحن هكذا نقرأ في الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الرابعة والخمسين إنه الحديث الخامس من الباب الذي عنوانه باب صفة العلماء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لا يكون السفه والغرة في قلب العالم وأي عالم إنه العالم الذي تقتدي به الأمة إنه العالم الذي يقدس ويقال عن من أنه نائب صاحب الزمان إنه العالم الذي يوصف بأنه المرجع الأعلى والأعلى هذا الحش كله خرط هم الذين يقولون هذا عن أنفسهم وأنا أردد ما يقولونه عن أنفسهم وإلا هذا الحش خرط خرط من قاعة أمير المؤمنين ماذا يقول لا يكون السفه والغرة في قلب العالم بعد كل هذه الحقائق التي بينتها فيما يرتبط بالآيات أو ما جاء في الروايات بخصوص التحريم ومن أن التدخين من الخبائث ومن أن التدخين مرده إلى النباتات السمية المحرمة بحسب الأحاديث بعد كل تلك البيانات وما أشرت إليه من أضرار التدخين وما بينته بخصوص مخالفة الهوى التي هي صفة واجبة في مرجع التقليد على الأقل بحدود ما يشكل الأسوة الصالحة في مواطن المخالفات القوية والتي والتي تؤدي إلى فساد في الواقع الشيعي وإلى إضرار في الواقع الشيعي فيما لو فعله المرجع وصار أسوة في ذلك كل هذا ألا يقال له سفه في أقل ما يمكن أن يقال عنه هذا هو السفه بعينه أما الغرة ما المراد منها في كلمة أمير المؤمنين لا يكون السفه والغرة في قلب العالم الغرة هي الغفلة زمن اليقظة هذه هي الغرة هكذا يقول عنها علماء اللغة علماء الأدب الغرة هي الغفلة زمن اليقظة الإنسان في حالة يقظة أكان المراد من اليقظة اليقظة من النوم أو كان المراد من اليقظة الزمان الذي يجب أن يكون فيه الإنسان منتبها لحاله وحال غيره ولكن الغفلة تكون قد هجمت عليه العالم يفترض فيه أن لا يسمح للغفلة أن تهاجمه وأن تسيطر عليه زمان يقظته إنه الزمان الذي يجب فيه أن يكون متيقظا هذا منطق العترة هذا ما هو كلامي هذا كلام صادق من أن المرجع لا بد أن يكون مخالفا لهواه وهذا كلام أمير المؤمنين من أنه لا يكون السفه والغرة في قلب العالم أليس هذا الحال الذي عليه الخوئ وعليه السستان من السفه ومن الغرة ومن إطاعة الهوى ومن صناعة أسوة فاسدة لهذه الأمة رجاء اعرضوا لنا فيديو تدخين الخوئ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيجب اشتركوا في القناة يلزم أن يخمس يولا البيت كان مخمس هو لا معمليش فقط هذا الشيء يعني الربح ما له الربح هذا مرح يسأل الرابة هم يجاوشيك الربح هذا فهذا الذي حكته كما جزاد من الربح هذا أجل الصال ومجتمع ومجرده مرح على الحال بل أتعب 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 مخفز أتعب 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 هذه الغرزة الخوئية في دعاء أبي حمزة الثمالي إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان نحن هكذا نقرأ في كلمات هذا الدعاء الشريف أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أحد أسباب الخذلان أن لا نكون في مجالس العلماء فهل هي هذه هذه هي المجالس التي يتحدث عنها الدعاء الشريف لا تسمع فيها إلا الحديث عن الخمس ولا ترى إلا الدخان هذه مجالس العلماء هكذا كانت مجالس العترة الطاهرة هؤلاء هم الذين يمثلون دين العترة الطاهرة حينما أقول لكم من أن مراجع النجف وكربلاء لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة هذا أمامكم بالصوت والصورة وهذه ما هي بصور مفبركة أولاده أولاد الخوئي هم الذين صوروا هذه الفيديوات وأرسلوها إلى الشيعة خارج العراق كي يطلعوا على تفاصيل الحياة الراقية الإيمانية للسيد الخوئي لأن الشيعة خارج العراق قد طلبوا ذلك فأنعم علينا بهذا الفضل أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني الذي يكون بين هؤلاء يكون مخذولا وليس الذي لا يكون بين هؤلاء يكون مخذولا هذه غرزة هذه غرزة أو لعلك رأيتني آلفة مجالس البطالين هي هذه مجالس البطالين المصداق الأوضح والأصدق والأبين لمجالس البطالين هي هذه وهذه أبعد ما تكون عن مجالس علماء العترة الطاهرة هذا هو الذي أتحدث عنه لست أنا الذي شنعت عليهم هم الذين يشنعون على أنفسهم بأنفسهم أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني الحديث هنا ليس عن هذه المجالس الوسخة القذرة إنها مجالس علماء دين العترة الطاهرة هذه مجالس علماء دين الطوسي أو لعلك رأيتني آلفة مجالس البطالين هذه المجالس الخوئية فبيني وبينهم خليتني هذا ما يرتبط بالخوئي وأما السيستاني فإن الذي حدثنا عنه صديقه محمد حسين الصغير الكتاب الذي ألفه محمد حسين الصغير بمثابة رسالة عملية معاصرة تجتمل على فتاوى السيستاني وهذا الكتاب يوزع في مكاتب السيستاني فقه الحضارة أنا لا أدري عن أية حضارة يتحدث السيستاني يتحدث محمد حسين الصغير عن أية حضارة هذه عن الحضارة السيستانية أو عن حضارة هيئة من لبن عن أية حضارة يتحدث محمد حسين الصغير اعرضوا لنا صورة الكتاب هذا هو فقه الحضارة الذي تحدث فيه محمد حسين الصغير عن أن السيستانية يدخن بطريقة سرية أبو محمد رضى كل شغلة دفن اعرضوا لنا صورة محمد حسين الصغير هذا هو محمد حسين الصغير إنه صديق من أصدقاء السيستاني واعرضوا لنا لوحة فيها صورة الكتاب وصورة المؤلف هذا هو الكتاب وهذا مؤلفه واعرضوا لنا لوحة فيها صورة للمؤلف أيام كان معمما وصورة من صوره بعد ذلك هذا هو محمد حسين الصغير حينما كان معمما وبعد ذلك بعد أن خلع العمامة ماذا نقرأ في هذا الكتاب فقه الحضارة إنها طبعة دار المؤرخ العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى الفين ميلادي في الصفحة الثانية والأربعين وما بعدها محمد حسين الصغير يعدد بعض أسماء المراجع المدخنين رابعاً من المراجع المدخنين سيدنا المرجع الأعلى للمسلمين السيد علي الحسيني السيستاني مد ظله مدخن مقل ولكنه لا يدخن أمام أحد قط حتى لو اجتمعنا منفردين باعتبار أنه صديقه فأنا أدخن وهو لا يدخن وإنما يدخن إذا خل بنفسه وحده وقد لا يعلم أحد في الحوزة العلمية في النجف الأشراف التي هو زعيمها اليوم أن السيدة من المدخنين كما قلت لكم أبو محمد رضى شغل كل دفن فهذا الكتاب كتاب هم هم الذين يوزعونه وهم الذين ينشرونه أعتقد أن كل كلامي بأدلة وحقائق ووثائق أقول لسيد أمين أنت ماذا عندك من الحقائق والوثائق أنت والذين وراءك أنت والذين يؤيدونك بنفس منطقك أنا هنا لست داخلاً معك في معركة أنا أبين لك الحقيقة وأخاطبك وأخاطبك بهذه الطريقة كي تعود إلى نفسك كي تسألها ما هي وثائقي ما هي حقائقي ما هي أدلتي وكل كلامي وثائق وحقائق وأدلة وشواهد نقطة مهمة تحدثت عنها في برامجي السابقة لكنني سأجمل الكلام فيها فيما يرتبط بصناعة الدخان بصناعة السجاير كيف تصنع السجاير سأحكي لكم الحكاية بنحو موجز ومختصر التبخ نبات يزرع وأوراقه كبيرة وهو نبتة سمية تبدأ العملية من هنا من قطع أوراق التبخ تقطع الأوراق تحصد في موسم حصادها وتجمع وتكدس في حقول التبخ حتى تكون أكداسا كبيرة بعد ذلك تنقل إلى المخازن التي تكون قريبة من تلك الحقول فتكدس في الأزمنة القديمة كانوا يسجرون النار حولها حول تلك الأكداس لأجل تجفيفها ولكن في أيامنا هذه تطورت الصناعة فهناك الأجهزة والوسائل التي تقوم بعملية تجفيفها كالأجهزة التي تنفخ هواءا حارا مثلا إلى غير ذلك بعدما تجفف أوراق التبخ فإنها تنقل إلى مكان آخر تنقع في أحواض قد ملئت بخمر مركز الأنواع الأنواع الجيدة الأنواع الجيدة من التبخ من أوراق التبخ تنقع في براميل خاصة هذه البراميل مملوءة بخمر مركز تتركز فيه المادة الكحولية بنحو تكون أكثر مما هي في الخمور المشروبة التي يشربها الناس في أوضاعهم الاعتيادية فهناك البراميل التي ملئت بالخمر المركز في هذه البراميل تنقع أوراق التبخ التي تعد هي الأفضل هي الأرقى بعد أن تملأ البراميل تغلق وتكبس وتترك لعدة سنوات قد تترك لسبع سنوات كي يكون الخمر معتقا والتبغ معتقا أيضا هذه لصناعة السجاير الفاخرة والغالية أما السجاير الاعتيادية التي لا توصف بأنها فاخرة فإن أوراق التبغي تنقع في أحواض كبيرة قد ملئت بخمر رديء لكن نسبة الإسكار فيه عالية خمريته عالية ويضاف إلى هذا الخمر خميرة خمرية يجمعونها من عدة أنواع من الخمر تكون مركزة هذه الأحواض تغطى بأغطية وتترك أوراق التبغي منقعة بالخمور المركزة لسنة لثلاث سنوات بحسب الأسلوب الذي تتبعه الشركة أو المصنع الذي يصنع السجاير على الأقل تبقى الأوراق منقعة لمدة سنة واحدة وهذه السجاير الأردى السجاير الأحسن لابد أن تكون المدة طويلة تبقى أوراق التبغي منقعة إلى ثلاث سنوات في هذه الفترة في فترة تكديسي أوراق التبغي وفي الفترة التي تترك فيها في المخازن لتجفيفها وعادة ما تكون هذه المخازن قريبة من الحقول والمزارع فإن المخازن هذه تكثر فيها الفئران والجرذان وتكثر فيها الحشرات لماذا؟ لأن أوراق التبغ رائحتها قوية كريهة تجذب هذه الحيوانات وهذه الحشرات وهناك نوع طفيلي من الحشرات إنها حشرة التبغ تنمو في هذه الأكداس يخافون على تلف أوراق التبغ فماذا يصنعون؟ فيرشون عليها ويضعون فيما بينها وتحتها وفوقها كميات كبيرة من سموم الفئران والجرذان ومن سموم الحشرات ومن سموم حشرة التبغ أنواع مختلفة من السموم أنواع مختلفة من السموم ترش على أوراق التبغ ولا تزال هذه السموم لأنهم لا يغسلون أوراق التبغ ستكون فاسدة بعد ذلك وإنما بعدما تجفف تنقل بكل السموم التي فيها إلى الأحواض التي تنقع فيها لأنها ولأنهم ينقعونها في خمور عالية التركيز فإن الكحول يذيب تلك السموم وتتمازج تلك السموم مع الكحول ومع أوراق التبغ وتكون نافذة في الأوراق بعدما ذابت وصارت جزءا من الكحول وتبقى هذه الأوراق منقعة لسنة لثلاث سنوات بالنسبة للأحواض أما البراميل فإن الوقت يستمر إلى سبع سنوات وربما أكثر لكن أكثر السجائر التي يتناولها الناس هي التي تصنع من أوراق التبغ التي نقعت في الأحواض وحتى التي تنقع في البراميل فإنهم يأتون بها من نفس المخازن التي تكثر الفئران والجرذان والحشرات فيها فهي معبأة بالأنواع المختلفة لتلك السموم وصلنا إلى فاصل الأذان النجفي نذهب إلى هذا الفاصل وبعد الفاصل أعود إليكم ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله صادق العكرة صلوات الله عليه في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقال طاعة الله ومعرفة الإمام عن أبي بصير قال قال لي أبو جعفر باكر العلوم صلوات الله وسلامه عليه هل عرفت إمامك قال قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة فقال حسبك إذا حياكم الله قبل الفاصل كنت أحدثكم وبنحو موجز عن الطريقة والكيفية التي تصنع فيها السجائر صناعة الدخان موسم الحصاد تقطع أوراق نبات التبخ تكدس توضع في مخازن تجفف إلى حد ما وفي الوقت نفسه توضع عليها السموم للخلاص من الفئران والجرذان وبعض الفئران والجرذان تبقى أجسادها المتعفنة ما بين هذه الأوراق لأن أوراق التبخ كبيرة بعض الأنواع تكون أوراق التبخ كبيرة جداً وهي كميات كبيرة وهائلة وهم لا ينقلونها ورقة ورقة وإنما تنقل أكداساً أكداس فتكون جثث الفئران والجرذان الميت المتفسخة وهناك توضع في أحواض الكحول في أحواض الخمر والكحول هي التي ستذيبها وتصبح جزءاً من هذه الأوراق تتشرب بها بعد التنقيع تأتي مرحلة جديدة بعد التنقيع تأتي مرحلة جديدة المرحلة الجديدة هي خلط الكثير من المواد المختلفة مع هذه الأوراق بعد تقطيعها وفرمها يخرجونها من الأحواض بعد سنة سنتين ثلاث سنوات تجفف بطريقة ما تقطع وبعد تقطيعها يضاف إليها الكثير من المواد منها مواد سامة ومنها ما هو ليس كذلك التقرير الذي رفعته شركات الدخان في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكونغرس الأمريكي وهو موجود على الإنترنت ذكروا فيه خمسمية أو تسعة وتسعين مادة تضاف إلى التبخ تدخل في صناعة الدخان خمسمية أو تسعة وتسعين مادة مع العلم أن شركات صناعة الدخان ما ذكروا في التقرير كل المواد هناك من وزراء الصحة في المملكة المتحدة في الحكومات السابقة تحدثوا عن هذا الموضوع من أن شركات الدخان تستعمل أكثر من خمسة آلاف مادة الكثير منها مواد مضرة بجسم الإنسان هذا ما هو كلامي هذه معلومات دقيقة دقيقة جداً وبإمكانكم أن تتأكدوا منها على المواقع الرسمية التي أشرت إليها أشرت إلى أصحابها من هذه المواد مواد تطيب الرائحة لأن أوراق التابغ رائحتها كريهة خصوصاً بعدما تعفنت وبعدما نقعت لمدة طويلة في هذه الخمور وهي خمور الرديئة لكن نسبة الإسكار فيها عالية لأنها مركزة الكحول فيها مركزة جداً الرائحة كريهة يضيفون مواد وهذه المواد مضرة بالإنسان لأجل تطيب رائحة التبغ التبغ مر جداً مر جداً مر جداً يضيفون مواد محلية وهذه المواد المحلية كيميائية مصنعة تعود بالضرر على جسم الإنسان نكهة التبغ سيئة قبيحة جداً يضيفون مواد لتطيب النكهة ويضيفون مواد لأجل الإدمان حتى يدمن الناس على الدخان وهناك 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 هذه معلومات دقيقة هذه المواد الكثيرة تضاف إلى أوراق التبغ التي أخرجت من الأحواض التي نقعت فيها في الخمور وجففت وقطعت يضيفون الآن إليها خمراً نقياً جداً يجتمل على كحول بنسبة مئة بالمئة وعليكم أن تعلموا من أنه لا يوجد شراب في العالم يشربه الإنسان تكون نسبة الكحول فيه بدرجة مئة بالمئة أأخذ لكم على سبيل المثال البيرة 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 نسبة الكحول فيها بحسب اختلاف المصانع ما بين أربعة إلى ستة بالمئة هناك نوع من الخمر أعلى من البيرة إنه شراب السيدر نسبة الكحول فيه ثمانية بالمئة النبي النبي الواين وايت واين ورد واين وغالباً ما تشرب النساء من هذا الشراب من هذا الشراب الخمري نسبة الكحول فيه أربعة عشر بالمئة رد واين أند وايت واين نسبة الكحول أربعة عشر بالمئة والشامبين الشامبانية نسبة الكحول فيها أيضاً أربعة عشر بالمئة الفوتكا الروسية إنها البيرة الروسية القديمة نسبة الكحول فيها أربعون بالمئة مشروبات أمريكية مشهورة المارتيني المارتيني مثلاً البلود ميري نسبة الكحول فيهما أربعون بالمئة الكونياك أيضاً وهو شراب خمري عالمي معروف نسبة الكحول فيه أربعون بالمئة التكيلة وهو شراب خمري قوي جداً شراب مكسيكي نسبة الكحول فيه أربعون بالمئة الوسكي على اختلاف أنواعه نسبة الكحول فيه ما بين أربعين إلى خمسين بالمئة الجين شراب الجين نسبة الكحول فيه تصل إلى خمسة وخمسين بالمئة البراندي وهو نبيذ مقطر فرنسي مشهور نسبة الكحول فيه تصل إلى ستين بالمئة هذه أعلى نسبة في المشروبات الخمرية الكحولية في العالم الذي يضاف إلى أوراق التبغ في صناعة السجاير نسبة الكحول فيه مئة بالمئة لأن المواد التي أضيفت إلى أوراق التبغ المفرومة كثيرة جداً إلا بكحول بهذه النسبة العالية حينما تذب أين تذهب إنها تتشرب في هذه الأوراق المفرومة مواد كثيرة وأكثرها ضار بجسم الإنسان هناك شراب يعتبر هو الأعلى في نسبة الكحول الشراب الذي يعرف بشراب الأفسنتين وهو ممنوع في أكثر دول العالم بل كان ممنوعاً في كل دول العالم ولكن في السنوات الأخيرة بعض الدول أجازت شربه ضمن شروط معينة هذا الشراب نسبة الكحول فيه تصل إلى تسعين بالمئة منعوه لأن الكثير من الجرائم حدثت في تلك البلدان بسبب شربه لأنه يولد الهلوسة عند شاربه فشاربه يرى أشياء لا حقيقة لها ويسمع أشياء لا حقيقة لها وبسبب ذلك ترتكب الجرائم في البيوت والأسر أو بين الأصدقاء شراب يولد الهلوسة بنسبة تسعين بالمئة أما الذي يستعمل في صناعة السجائر فإن نسبة الكحول فيه تصل إلى مئة بالمئة تذوب هذه المواد التي أضيفت لأجل التحلية لإزالة المرارة أو لتطييب النكهة أو لتطييب الرائحة أو لمعالجة بعض الأضرار في تلك الأوراق أوراق التبخ أو لأجل إيجاد حالة الإدمان عند الذين يتناولون السجائر لتركيز مادة النيكوتين وغير مادة النيكوتين تجفف هذه الأوراق التي نقعت وعوملت بهذا الكحول المركز جداً بدرجة مئة بالمئة بعد عملية التجفيف التي سبقتها عملية تخمير مركزة بعد عملية التجفيف ترش أوراق التبخ بطريقة معينة وتبخ بنوع معين من الخمور كل نوع من السجائر يبخ بنوع معين من الخمور هذا الخمر الذي يبخ على أوراق التبغي المفرومة يبقى موجوداً في السجائر نفسها حينما يشتري أحد علبة السجائر ويفتحها لأول وهلة فإنه يجد رطوبة في داخل تلك السجائر بحيث أنه لو أخرجها وتركها في مكان مكشوف لعدة أيام سيجدها يابسة وستكون حارقة للبلعوم حينما يتناولها وسيجد الفلتر يابساً لماذا؟ لأن فلتر السجارة ينقع بالكونياك الذي فيه كحول بدرجة أربعين بالمئة ينقع بالكونياك هذا الخمر المعروف فلا تروا السجائر تنقع بالكونياك ترطب به وأما التبغ الذي في اللفافة في لفافة الورق فإنه يبخ بالخمر قبل أن يلاف لفافة ولذا فإن علبة السجائر إذا ما فتحت لها رائحة تختلف عن رائحتها فيما لو تركت مفتوحة ليوم أو يومين لأن الكحول تتطاير وطعم السجارة سيتبدل هكذا هكذا تصنع السجائر أتعلمون أن أكبر زبائن شركات صناعة الخمور مصانع الدخان أتعلمون أن أهم جهة تدافع عن صناعة الدخان هي شركات الخمور لأن مصانع الدخان تشتري كميات هائلة من الخمور المتخصصون تخصصون في هذا المجال يقولون أن كل سجارة تشتمل في تكوينها ومن تكوينها على ثلاثين بالمئة من تكوينها من المواد الخمرية وهذا هو سبب الإدمان عليها حينما نقرأ في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين عن خلفاء بن العباس ماذا نقرأ في الزيارة إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين وهي غير الزيارة الجامعة الكبيرة وأنحوا عليكم سيوف الأحقاط إنهم أعداء العترة من الأمويين والعباسيين وهذا المعنى يتركز في العباسيين لعنة الله على الأمويين والعباسيين ومن سبب وجودهم إنها سقيفة بني ساعدة السقيفة اللعينة وأنحوا عليكم سيوف الأحقاط وهتكوا منكم الستور وابتاعوا بخمسكم الخمور وابتاعوا بخمسكم الخمور ابتاعوا اشتروا هؤلاء المراجع الذين يدخنون ألا يدفعون الأموال لشراء الدخان هذا صحيح إنهم لا يدفعون الأموال بنحو مباشر لشركات الخمور لكنهم يدفعون الأموال لشركات الدخان شركات الدخان هي التي تدفع بالنيابة عنهم إلى شركات الخمور ألا ينطبق هذا الوصف على مراجع الدين هؤلاء على الخوئي والسيستاني وغيرهما لو لم يكن إلا هذا المعنى لكان الأمر حراما على هؤلاء المراجع بغض النظر عن كل الذي تقدم من نصوص قرآنية ونصوص معصومية ومن واقع يشهد بالحقائق المرة لو لم تكن إلا هذه الكلمة لكفى أن تكون حكما تحريميا في حق هؤلاء المراجع قلت لكم هؤلاء عباسيون عمائمهم عباسية ودينهم عباسي وسيرتهم عباسية وهذا مصداق من مصاديق السيرة العباسية وابتاعوا بخمسكم الخمور هذه الأموال التي يقولون لكم عنها إنها أموال صاحب الزمان حينما تكون الأموال في جيوبكم وحينما تنتقل إلى جيوبهم تصبح أموالا مجهولة المالك يحولونها إلى شركات صناعة الخمور عبر شركات صناعة الدخان هذه حقائق ردوا عليها إن كنتم قادرين أن تردوا عليها وحق الزهراء لستم قادرين هذه الحقائق ترغم آنافكم أنا لا أريد أن أسيئ إليكم لكنها أرغمت أنفي قبل أن تكون مرغمة لآنافكم الحقيقة ترغم الأنف نذهب إلى فاصل الذي يلفت النظر فيما يتعلق بالسيستان إنه يدخن سراً لكنه ما ترك أحداً إلا وأخبره بلسانه بقصة صايته وعباءته الأسطورية نشاهد ونستمع إلى عيسى آل إحبارة أثياباً الذي صلى فيها على المرحوم السيد الخوي عليها الرحمة إلى الآن هي هي ما غيرها بس يغسلها بس يلا من مات السيد الخوي عليها الرحمة إلى اليوم كان نفس الصاية ونفس البشت ونفس العمامة ما يغير هذا الشيء يملك في الدنيا ترى ما يملك شيء دولاً الذي فاهمين الدنيا فاهم صحي الله إنه يتحدث عن الملابس الأسطورية للسيستاني سعد المدرس أقول لك ترى رجل الدين والحمد لله اليوم علماءنا في الغالب الأغلب ترى على درجة عالية من الزهد بالدليل شو بيته تلقى إيجار بعض علماءنا معروف عنها هي الصاية اللابسها عمرها ثلاثين سن مع أنه عند الأموال وترى أموال ضخمة أحياناً محمد حسين الصغير يعني رجل أنا ما اطلع على الأحوال رجل زاهد في الحياة أكاد أقسم أنه في ملبسه الذي يرتديه قبل المرجعية إلى اليوم ما غير أكاد أقسم يعني هو لا يقسم هذا أسلوب أخندي زمان الحسناوي أنا مو بحثي بس قلت لي أنا أردنك الجروح نصرة لحوزتنا ونصرة لعلمائنا ومراجعنا ونصرة لمنبرنا الحسيني ونصرة لعمامة رسول الله وأول مرة أتكلم بهذا الكلام إخواني تعلمون هذا باب الفاتيكان باب الفاتيكان يعيش بشنو؟ تعلمون؟ شايفين تقارير عن حياته لو ما شايفين تقارير عن حياته تدرون بس الثوب اللابسة يفروا من دولة الدولة كل دولة كل دولة مشهورة ب مثلاً حجر كريم الفلاني وذيك الدولة بحجر كريم الفلاني يأخذوا طائرة خاصة ملابسة أنا أشي في التقرير الفضائية على ثوبة فقط يأخذوا هاي الدولة المشهورة بهذا الحجر الكريم يرصعون ثوبة أكو دولة ثانية بحجر ثاني يأخذوا بطائرة بيك الدولة ويعيش في حياة يعني ما رأتها عين ولا سمعت بها أذن ولما يطلع بالشارع يتقاتلون عليها وأنتو مرجع النجف ينقل لي أحد العلماء راح زاره وهذا العالم يقول لي يقول لي يا شيخنا لما أتخلف على السيد قال لي يا سيد فلان بس أنا اسمه عرفة ليريدها بعد المنبر أنطي يا سيد فلان وحق جدتي فاطمة وحق جدتي فاطمة من ثلاثين سنة هاي الصايا أنا ما أمبدلها أكو واحد بيكم يتحمل ثوب ثلاثين سنة هو أكثر من هذا أنا شون بعد أواس الناس يقول حتى من قال وحق أمي فاطمة يعني الدمعة جرت يقول قلب مكسر قال وحق جدتي فاطمة من ثلاثين سنة أنا بهاي الصايا ما أمبدلها ثلاثين سنة أنا لابس أكو أكثر من هذا بعد شون أواس الناس أنا هاي مؤسستكم الدينية يا إخوان خنكون واقعيين لكن هي أمكانياتها تبقى محدودة يا إخوان مو مثل ما يصور البعاظ والبعاظ بالتلفزيون يحشون حاكي الله لا يرضى عليهم بجاه محمد وآل محمد البعاظ يحشون حاكي مؤلم على الفضايات كلها كذب أحنا ندري بي كذب بشي تسوي ندري بي كذب أمكانياتها محدودة وهي تقدر رشيد الحسيني أنا شخصيا حضرت عند مراجع المسلمين وعلى رأسهم سمحت السيد المرجع الأعلى إلي قال لي الله شاهد قال سيدنا هذه العباء التي أنا ارتديها هي في الواقع منذ ثلاثين سنة عباء يرتديها وهذه الصاية أنا منذ خمس وعشرين سنة خمس وعشرين سنة يعني ربع قارن عند صاية محمد أمين شبار وهو قال لي يا سيد أمين انظر إلى هذه العباء التي على كتفي هي من أردأ أنواع القماش وصار إلى عشرين سنة على كتفي هذا الزهد سيد ياسين الموسوي شوف أنت شاهد شون نجي سيستاني شون نعيش حياتي صاح تجي فلوس بس أن يأكل من هندرة من دينات يعيش حياتي الفقراء من هم منكم يقدر إيش هو وحائلته وزوار ووحائي الناس اللاعحة في سبعين متر بيهنت بالنجاف كبرى سبعين متر ومين يبقى؟ سبعين متر صايته المر قال لي هاي صايته عن صانع عشمين سنة لابس عشمين سنة لابس عشمين سنة لابس هاي جدا 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 هاي هاي ابن يروح يستوى قلوزين عن الباطل واحد عشمين يروح يستوى قلبوه ويروح نس كيلو طماغ ويروح من البيت الجام هاي يومي ياخذ العلاه لو يروح والناس تعرف السنة هاذا أكله هاي شو أكله أقل ما يأكل حياتي حياتي الفقراء مخلص أما مخلص طليل وقائم بمعيشة حليات الآلاف من الناس في العراق هسنا ما ندري عشرين سنة ثلاثين سنة خمسة وعشرين سنة ما ندري ضاعت الأرقام علينا بعدين يا سيد ياسين أنت تقول عايشة بسبعين متر البيوت اللي داير بيتها كلها مشتريها هذه سبعين متر هذه مثل مسمار جحة البيوت اللي دايرها كلها اشتراها وفتحها على بعضها أنت تدري لو ما تدري ما أعتقد أنك ما تدري أنت تدري كل زي أن تعرف البيوت اللي داير بيتها كلها اشتراها وانفتحت على بعضها البعض صارت بناية واحدة مقاطعة ضخمة لوين يظلون تضحكون على الناس هو لو كان زاهد يقوم بهذه العملية الدعائية ياهول يجي يقول له ياهول يجي يخبره أعرضونا سام البدري أعرضونا سام البدري في أول سيارة لي قال لي سيدنا قالوا على اللابس خاتشية تقولون خاتشية غالية قال لي فالسيدنا مش عباد يعني سيارة عباد وخيزة قال لي سيدنا قال لي سيدنا هاي عبادتي سمع السنمان غير والله من رولها تجيلة فحايد الله حايد أي سيارة أخرى كما بعد بعد وجهت منك ما قلت أواجها لحباب خاتشية فالجلت العباء خاتشية 16 سنة عسيات رقم احنا نعتمده 16 20 25 30 حبل الكذب قصير حبل الكذب قصير بغض النظري عن هذا الكلام إذا كان إذا كان السستاني زاهدا لماذا يدخن سرا ويظهر زهده علنا هل هو هذا الزهد الذي تريده العترة الطاهرة أمير المؤمنين يقول أفضل الزهد إخفاء الزهد أفضل الزهد إخفاء الزهد هذا زهد دنيوي لأجل الدنيا أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة الخامسة والثلاثين من رواية طويلة عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أقرأ منها موضع الحاجة الإمام السجاد وهو يتحدث عن علماء الدين عن رجال الدين الذين يطلبون الرئاسة الدينية إنها المرجعية الشيعية هكذا يقول إمامنا السجاد فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يزهد في الدنيا لأجل الدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة هذا هو الذي عليه السيستاني وبقية المراجع إذا كان هناك من زهد حتى لو كان زهده حقيقيا لكثرة ما تحدث عن زهده ما بقي له من أجر فقد نال أجره في الدنيا وزهده ليس حقيقيا لو كان زهده حقيقيا لتفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه لماذا هو متوقف تحدثنا عن توقفه يوم أمس في مسألة العملات المشفرة متوقف هنا متوقف هناك أين هذه الحكمة التي تتفجر ينابيعها من القلوب على الألسنة إنها حكمة الزهد حكمة الزاهدين لو كان زاهدًا لتفجرت هذه الحكمة فإن هذه الحكمة فإن في الناس السجاد يقول فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة إنها الرئاسة الدينية يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة هذه عدة شغول هذه عدة شغول وبهذا ضحك على آبائنا وأجدادنا وضحك علينا من أنهم مقدسون من أنهم زهاد إذا كان كذلك ليش مثل الواوي يروح يدخن بالبوغة بس الصايا والعبايا ما خل واحد إلا وقل عليه ليش ولكم أنتم بشار بقار من أي صنف أنتم لون الظلون مطايا ذكروهم ذكروهم بالوثيقة الديخية كي يعرفوا حقيقة حالهم ما رد أجيب الأسماء واحد قل لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا الأخر بابل ما توصل للنوبة إليها؟ قال توصل أطمئنا تركبهم يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأعلى أخبر خمس سنة فهي لا تستعجب مش دارها قلنا تركبهم يعني قل يا غاق أغاميشني أغاميشي تقول لهم وكان حالة أسنو فقوش ديخ على ديخ ونص عباطر كنا على تفاو كلكم تعرفونا لأنهم ما رد أجيب الأسماء قال تركب مثل ما تركبت نعم وغاية ديخ لا مو علم إجمالي هذا هو واقع الشيعة لا أهل واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة هذا هو الجزء الرابع والسبعون من بحار الأنوار للمجلسي وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثمانين مما جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذار يا أبا ذار يا أبا ذار إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين هو الذي يفقهه مفهما مفقها فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه يا أبا ذار يا أبا ذار ما زهد عبد في الدنيا إلا هذا قانون قانون لا يختلف ولا يتخلف يا أبا ذار ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام فالهذا ينطبق على السيستاني أين هذه الحكمة التي تجري على لسانه في أي مكان في أي مكان أين هذه الحكمة في هذه البيانات التي يصدرها وهي مشحونة بالأخطاء أم في هذا الفكر الناصبي والعقائد الضالة التي يتبناها هو وأولاده والمرجع الأعلم من بعده إسحاق الفياض الذي نصبه من بعده أعلم أين هذه الحكمة في أي مكان في أي تزاوية هذه تطلع من فوق تطلع من جوه وين هذه الحكمة يا أبا ذار ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا ما عيوب التدخين من عيوب الدنيا لماذا لم يتبصر بها لأن زهده زهد للدنيا مثل ما قال إمامنا السجاد إنهم يتركون الدنيا للدنيا ولذا لا بصيرة عندهم يا أبا ذار ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها لماذا لم يكن مبصرا الخوئي بأضرار التدخين وقد منعه الأطباء ولم يمتنع لم يمتنع لست أنا الذي أقول هذا هو الذي يحكي محمد حسين الصغير هو الذي يحكي عن الخوئي صفحة واحد وأربعين المدخن الثاني الإمام السيد أبو القاسم الخوئي قدس شره كان مدخنا مكثرا فمنعه الأطباء عدة مرات عن التدخين خلال ربع قرن فكان لا يمتنع لأنه يرى في نفسه حرجا كبيرا من ذلك قلت لكم قبل شوية غرزة ذو لحشاشة حشاشة فكان لا يمتنع مع أنه يأمر مقلديه بأن يلتزموا بتعليمات الأطباء هو جناب الأغى ما يلتزم بتعليمات الأطباء هؤلاء مراجعكم مسخرة وأنتم مسخرة مسخرة فمنعه الأطباء عدة مرات مرات عن التدخين خلال ربع قرن فكان لا يمتنع لأنه يرى في نفسه حرجا كبيرا من ذلك ويلمس عسرا شديدا لا يطاق حتى إذا أصيب بنكسة قلبية في أوائل ألف وتسعمية واثنين وتسعين ميلادي وهي السنة التي مات فيها أدخل أثرها مستشفى ابن النفيس ببغداد وكان عمره الشريف قد بلغ ستة وتسعين عاما فأجريت له عملية وضع جهاز تحت القلب يساعد القلب على مقاومة العجز الذي أصيب به فترجح عند فريق الأطباء المعالج منعه من التدخين وما مضيت إلا ساعات قلائل على هذا المنع حتى قال لولده العلامة السيد محمد تق الخوئي رحمه الله قل للأطباء فليسمحوا لي بالتدخين ما هم الأطباء منعوك يسمحون لك بالتدخين أنت تريد أن تدخل في غرفة مثلا أم أن الضرر موجود قل للأطباء فليسمحوا لي بالتدخين فإنني أجد حرجا بالغا في تركه واستجاب له الأطباء شي سوون الأطباء قالوا لدخني ضربك طوب واستجاب له الأطباء فعاد إلى التدخين حتى وفاته في العام نفسه هذا هو حال مراجع الشيعة هذا هو حاله هل هذه حكمة هل هذا الحديث ينطبق عليه ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام هل هذا عنده رؤية صحيحة هل هذا يمثل صاحب الزمان طبقوا هذه الأحاديث هذه أحاديث رسول الله وهذه حالتهم وحكايتهم وأوضاعه مسخرة أنتم أيها الشيعة مسخرة بتمام معنى الكلمة وإنني لأضحك عليكم لأنكم مسخرة وتجدون أنفسكم من أنكم أفضل الناس أدرك أنفسكم يا أيها المسخرة يا أيها الشيعة المسخرة أدرك أنفسكم وعودوا إلى دين العترة الطاهرة وطلقوا دين الخوئي ودين السستاني ودين الطوسي طلقوا دين حوزة النجاف طلقوا دين الطوسيين وعودوا إلى دين العترة الطاهرة وقت الحلقة صار طويلاً كان في نية أن أتحدث في جهة أخرى ولكنني سأطوي كشحاً عنها نلتقي غداً إن شاء الله تعالى في أسئلة جديدة أتمنى يا سيد أمين أن الصورة صارت واضحة عندك أسألكم الدعاء جميعاً في أمان الله